السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديز وقصة جديدة طبعا كالعادة اللي مو يشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات ويديني لايك ويكتبلي تحت كومنت شجعني يكمل الله يعطيكم العافية على الدعم اللي صار في الحلقة الماضية شكرا 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 من كل قلبي اليوم نبغى الحلقة هادية تشعلل نبغاها تشعلل كومنتات ولايكات اول ما تخلص الحلقة هكوم موجود انا في التعليقات هرد عليكم كلكم وحتكلم معكم كلكم في التعليقات شعلل الدنيا حمسوني بسم الله نبدأ القصة في الحلقة السابقة تكلمنا عن وصف وجه الرسول عليه الصلاة والسلام الشريف اليوم بنوصف باقي جسم الشريف صلى الله عليه وسلم عنقه عنق اقرب للطول ما كان قصير وما كان طويل كان وسط كان اقرب للطول يقوله سطع العنق يعني اقرب للطول وكانت رقبة صلى الله عليه وسلم صافية زي الفضة كان يقوله صافية كأنها ابريق فضة من شدة جمالها منكبيه يعني اكتافه كان بعيد ما بين المنكبين وصدره كان عريض الصدر اما بطنه صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اخمص البطنين يعني زي البطن الجائعة وما كان له كرش وبطن كانت متعرجة من شدة العضلات اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتول العضلات تعرف الانسان القوي اللي مفتول عضلاته بطنه تتقسم من شدة العضلات كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أما ظهره يقوله كان زي سبيكة الفضة مسطح وقوي وقليل الشعر وصدره صلى الله عليه وسلم كمان كان قليل الشعر يقوله كان أنور متجرد شفوا كيف الوصف دقيق مرة مين وصف بهذا الوصف؟ شعره قليل صلى الله عليه وسلم في صدره معادة خط من الشعر يروح من صدره لبطنه كذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عنده شعر في صدره ولا في بطنه إلا قليل مرة أما ذراعينه ومنكبينه وأعلى صدره كان فيها شعر ويقوله أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر كيف إنسان يوصف بهذه الدقة وبهذه التفاصيل أصابعه صلى الله عليه وسلم كانت غليظة سبحان الله الإنسان القوي تلقى أصابعه غليظة وأطرافها كانت دقيقة أما كفوفه الشريفتين وصفها أكثر من شخص يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ما مسست قط خزا ولا حريرا أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم ومارية القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولما بايعت على الإسلام وأسلمت قالت فما مسست قط ألين من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يا جمال الكفين وألينهم وبعض الصحابة يوصف وصف ثاني لكفيه صلى الله عليه وسلم مو بس لينين جا في الوصف إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذوا يد النبي صلى الله عليه وسلم يمرروه على وجههم يقول واحد من الصحابة استغربت وش يسوه أخذت يده الشريفة طبعا مون بس للبركة حتى لو كان للبركة بالتأكيد هي أعظم البركة وكله بركة صلى الله عليه وسلم لكن يقول أنا كنت استغرب يقول أخذت يده الشريفة ومررتها على وجهي فلقيت إنها أبرد من الثلج وريحتها أطيب من المسك إيش هذا الوصف لهذه اليدين الشريفة لين وبرودة وريحة طيبة جميلة وصفه سيقانه صلى الله عليه وسلم يقوله كان في دقة في الساقين ما كانوا سمينين أما عقبه عقب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي موخرة الرجل اللي هو الكعب يقوله كان قليل لحم العقب ما هي كبيرة ورجوله أسفر رجوله يقوله كان خمسان الأخمصين يعني تعرف بعض الناس يصير رجوله مستوية مع الأرض ويقوله مسيح الرجلين الرسول عليه الصلاة والسلام كان أخمص القدمين كانت مرتفعة عن الأرض في وسطها هذا جزء من وصف رجليه يوصف بنيته صلى الله عليه وسلم يقوله كان متين البنية يعني زي الإنسان صاحب العضلات شكله قوي وعضلاته كبيرة كذا كان صلى الله عليه وسلم يعني ما كان وضعه زي باقي الناس اللي عضلاتهم عادية لا كان أقرب العضلات المتينة عظامه وخاصة المفاصل الكتفين الكوعين الكعبين الركبتين يقوله كان جليل المشاش يعني الركبتين والمرفقين والمنكبين كانت كبيرة عظامه كبيرة صلى الله عليه وسلم وكان بشكل عام معتدل الخلق لكن أقرب الإنسان المعضل كان جسمه الشريف متماسك ما كان لحم مسترخي وما كان لحم كثير كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الخلق زي ما كان كامل الخلق عليه الصلاة والسلام البرابنعازب الصحابه الجليل يقول ما شفت شيء أبدا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه لون بشرة وجلده صلى الله عليه وسلم يقوله كان أزهر اللون ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق الأزهر هو الأبيض اللي فيه شوية حمار لكن لونه أحمر أبيض لكن فيه حمرة والآدم هو الأسمر هو ما كان أسمر صلى الله عليه وسلم وما كان أبيض أمهق الأبيض الأمهق يعني الأقرب الأبرص اللي بياضه مرة شديد ما كان بياضه شديد صلى الله عليه وسلم كان كذا يوصفوه ويقولوا أزهر يعني أبيضه في حمرة ويوصف جابر بن سمرة رضي الله عنه فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حل حمراء بعض الناس لما يقروا هذا الحديث يحسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس ثوب أحمر لا الحل الحمرة هو الثوب اللي فيه خيوط حمرة بعض خيوطه حمرة عشان كذا يسموه حل حمرة ما لبس الأحمر صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حل حمراء فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر وكان هو أحسن في عيني من القمر كذا كانوا يستمتع بجمال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كانت عواطفهم تتفاعل مع جماله صلى الله عليه وسلم يصف واحد من الصحابة ويقول كان أحلى الناس وأجملهم من بعيد يعني إذا شفتم من بعيد أجمل الناس وأحسنهم من قريب إذا قربت منه ملأ نور وجهك وعينك وانبهرت بجماله تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا وصفوا حتى عرقوا صلى الله عليه وسلم أم سليم الصحابية الجليلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يودها ود خاص هذا البيت بيت أم سليم بيت مقرب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يروح لزوجها أبو طلحة وكان ينام عندهم تقول فجا في يوم من الأيام ونام صلى الله عليه وسلم على فراشي لما جيت قالوا لي هذا صلى الله عليه وسلم نايم على فراشك يعني محظوظة تقول فجيت وإذا هو يعرق نزل العرق منه حر فأخذت علبة وبدأت أجمع هذا العرق وجلست أعصر العرق من القماش اللي على الفراش وأحطه في قرورة النبي صلى الله عليه وسلم صحي وانتبه قال له ما تصنعين فقالت نرجو بركته لصبياننا يتبركوا بعرقه ويتبركوا بوضوءه ويتبركوا بوصلى الله عليه وسلم إيش من بركة أعظم منه صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كان عرق الرسول في وجهه مثل اللؤلؤ الرطب أطيب من المسك وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي خلقه جميل صلى الله عليه وسلم وخلقه كان جميل لكن من تواضعه كان يدعي بهذا الدعاء اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي وكان صلى الله عليه وسلم يجوز الشاربي يعني يقص شنبه ما كان عنده شاربين ضخمين زي ما يسوي بعض الناس اليوم كان يحب الطيب حب شديد وكان ما يرد الطيب أبدا وكان يكثر من الطيب حتى كانوا يقولوا نشوف الطيب في شعره ونشوف الطيب في الفرق اللي في شعره ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء لكن سعادته الحقيقية هي في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة يقول أنس ما شميت مسك ولا عمبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب أنواع الطيب عنده العود كان يطيب كثير بهذا العود وصف الصحابة شيء خاص في النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كيف كان يمشي وكانت له مشية خاصة طبعا هذه المشية الخاصة هي جبلة وطبيعة بشرية هنا في خطأ كبير يطيح فيه كثير من الناس وهو أن يتصوروا أن كل شيء كان في النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة يعني كيف كان يمشي تصير سنة كيف كان يأكل تصير سنة هذا مو صح بين العلماء متى تصير سنة ومستحب لما النبي صلى الله عليه وسلم يحثن عليه يقول أفعله كذا من السنة كذا الأجر في كذا هذا يصير سنة أما لما يكون في حياته في طبيعته كخلق أي إنسان ما له علاقة بالسنة ما له علاقة بالدين هذا وصفه كإنسان مشيته صلى الله عليه وسلم يقوله كأنه كان يتوكأ زي الإنسان اللي يستند كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتوكأ كأنه يدوس على شيء كأنه يجر نفسه جر من الأرض مشيته خاصة صلى الله عليه وسلم طبعا هذه المشية لها سبب وهي قوة صلى الله عليه وسلم متانة جسمه ومن شدةه صلى الله عليه وسلم كان قوي مرة من شدةه يتحرك كأنه ينجر من الأرض جر من شدة قوةه صلى الله عليه وسلم وصفوا كمان كيف كان يلتفت احنا دحان لو أحد نادانا حنلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت بهذه الطريقة كانت له التفاة خاصة كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت ما يلتفت براسه بس كان يلتفت بكل جسمه إذا نادى أحد يلف بكل جسمه له التفافة خاصة صلى الله عليه وسلم أما نظره كان إذا تكلم مع إنسان طالع في عيونه لكن لما يجلس بين الناس ما يتكلم ولما كان يمشي كان نظره داما للأرض أطول من نظره للسماء ولقدامه كان معظم وقته راسه يطالع للأرض صلى الله عليه وسلم ويقوله جل نظره للملاحظة يعني إذا كان يتكلم مع إنسان يطالع عين بعين لكن إذا ما كان يتكلم مع إنسان كان يرفع راسه وينزله ويرفع راسه وينزله من الأدب والخلق صلى الله عليه وسلم كان سريع المشي إذا مشي يلاقوا معاناة لأنهم يمشوا بسرعته حتى لما كان في آخر عمره كبر صلى الله عليه وسلم ومع هذا كانت كده قوته كان سريع المشي طبعا سبحان الله سرعة المشي تدل على الهم تدل عن نشاط أي واحد يبغي يعين أي إنسان يدور على واحد حركته سريعة لأن هذا يدل على نشاط وإذا الإنسان حركته خاملة وضعيفة يدل على الكسل والضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سريع المشي وكان الصحابة يعانوا عشان يلحقوا صلى الله عليه وسلم وبكذا انتهينا من وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف جسد الطاهر الشريف أدعمونا باللايك أنه كل ما زاد عدد اللايكات اليوتيوب يقترح هذا المقطع لناس جدد خلوا الناس تعرف بعض وصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبمسيكم بدي الكلمة يجعل يومكم هنا وسرور شاء ماني الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة